أكبر شمس العاشية للمتكالبين على أسرة مغربية وبالخصوص على لبناء اللي بغيني صيفتوها الحبس بأي طريقة أكبر شمس العاشية أكبر شمس العاشية لولادش حيبر إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير المتابعين أو في القناة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ما تنسوناش من اللايكات البارتاج وحاولوا أنكم تكتروا التعاليق إخواني أخواتي لأن القناة كتتعرض للسينيال فرجاء رجاء باش ميمشوش المجهودات ديالنا هكاك فنتمنى أنكم ديروا اللايكات البارتاج وكتروا لنا التعاليق إخواني أخواتي مفاجأت اليوم في الجلسة ديال السيناف ديالسي محمد بكري شاء الله يطلق سراحه طبيعة الحال كنا عارفين على أن الجلسة تأجلت إلى طاريخ 19 شهر تسعود يعني هاتلات لا تلات جاي إخواني أخواتي خوتي وحبابي القرار اللي تاخدوا السي محمد بكري شوه هو داخل السجن فأنا كان أعتبره كيف ما أعتبره بزاف ديالإخوان والأخوات قرار صائب ويصيب الأهداف وهاتش اللي خلاه ولاتش حيبر بغيني جهله وعقلهم بغيني خرج لهم بغيني صيفتوا السيدة بأي طريقة للسجن وهي الصيدة ما قالتوه له الله ينعى للشيطان وإن شاء الله غاطف القلوب ولكن القرار اللي تاخدوا السي محمد بكري شوه من داخل السجن أنه تشبت بالمحامي السيد داودي أنه يبقى يتراف عليه في القضية دياله لأنه إنسان كف وعارف ومطالع الميلف وهذه الطريقة ديال أنهم تشبت بالمحامي السيد داودي فهدي فحد دات هارها كاريتة بالنسبة لولاتش حيبر لأنهم كانوا مخطين لشي حويش حدى أخرى وكانوا بغين سيدة بشي للحبس كانوا بغين بزاف ديالأمور توقع وتشتت أسرة مغربية ولكن قدر الله ما شاء فعل الحمد لله على أنه عندنا بكري شاك في كربع قلانية وبيتابات وما قريد يدير الحاجة احتى كيدرب للمية ألف حساب وحساب هو بالنسبة حتى لديك الفيديو اللي داروا الضرب في القضاء والله العظيم رغير زلت لسان إخواني أخواتي زلت لسان وقدر الله ما شاء فعل فتشبت دياله بالسيد داودي فكان قرار صائب سيد مطالع الميلاف سيد كوف رجل كوف كيدفع عليه بالجد اللي اعطاه الله والحمد لله وهذا شي دي كان كيضره ولاد شحيبر وهذا شي اللي كان خلّه السريويلي شفار نصاب يطلع ويبدأ يسب في المحامي الداودي هادي نسيتو هاي ولاد شحيبر نسيتو على أن السريويلي طلع كيسب في الداودي طلع كيسب في المحامي وما خلاش فيه غير اللي نسى ها هادشي نسيتو وهادشي ما تكالبتوش عليه وما خططولوش كيفما خططولو اختلوبنا كيفما خططولو بغيتو تفرقوها مع ابنية تلك يقولك ما بنتهاش ما بنتهاش ها ديك بنتيو سرع ها كنتو كتزحموا معاه فيها ها حسبي الله هو ان يعملوا واكل فيكم بو كريشا متشبت بالمحامي الداودي وباغيه يشدليه الملف ديالو وباغيه يبقى كي ترافى عليه وعجباتو حتى المرافعة ديالسي الداودي راه غير ولادش حيبر والمتكالبين على لوبنا اللي بقاو سيد راه ما قالتاشي كلمد يلعب ما قالتاشي حاجة ولكن ولادش حيبر اللي بقاو كي يقادو وكي كحلوف ضواصة لانهم باغيين بك سيدات مشين الحبس باي وجه امكانوا باي طريقة سي محمد بو كريشا دار هادشي كولو تشبت بالمحامي الداودي انه يبقى يترافى عليه وما خصرلوش سيد داودي توا ما خصرش لبو كريشا وبقا كي يترافى عليه وخصر داودي باقي مقلق من لوبنا ولكن ان شاء الله باد الخطوة اللي قام بها سي محمد بو كريشا اكيد اكيد غتكون صالح ديال لوبنا واكيد ان شاء الله غتصافى القلوب واكيد ان شاء الله ما غيطرح تشي حاجة لوبنا وهادشي اللي قام به سي محمد بو كريشا كلو عن الحبيبة ديالو لوبنا باش ما يقادي هاتشي حاجة باش ما تقادي من تاشي حاجة كل شي برعاية المحامي جديد السي الجي سي اخواني اخوتي اللي كي يترافع في الملف ديال زين المحارم السي الداودي بلسانه قال في تصريح مع الصحافة اخواني اخوتي كي يقول على انه هو ما بغاش يترافع على القضية ديال زين المحارم لانه ملف ما كيستهلش ملف دغياء غدي سالي ولان السي محمد بو كريشا ولا البنت ديالو كي اكدوا على انه كل شي غير كلام خاوي وكل شي غير تهم باطلة لموجهة لهم فقالك ما كيستحقش انني انشد حتى ذاك الملف وكي يقول سي الداودي بلسانه لانه ما غيكونش سناد لسي محمد بو كريشا ولا البنت ديالو فهذا الملف اللي هو بايخ ملف ما عندوش علاقة بالواقع وبالحقيقة في ملف زين المحارم فقط هو كيكتافع لانه ترافع عليه في القضية ديال لانه هان القضاء اخواني اخواتي والسيد المحامي القيسي فهو انسان كفء وغدي ترافع لسي محمد بو كريشا في قضية زين المحارم لانه تبع القضية من الول الميستر من بداية التحقيق وهو انسان تبارك الله عليها غلا فاهم في الملف ما غيمكنشيشي هو يشد حتى القضية ديال زين المحارم اخواني اخواتي كانت ضربة قاضية لولاد شحيبر ان السيد داودي باقي غي ترافع لسي محمد بو كريشا وكان ضن هدي لكانت صراحة الفكرة ديال لوبنا السريعة ها والله العلي العظيم الى طقبات اللي هم الورقة الى فرعاتهم فرعاتهم فريع وإلى كان سي محمد بو كريشا القرار دياله انه يصلح الجرة ويبقى متشبت بالمحامي الداودي فهذا قرار صائب لان السي محمد بو كريشا هو اللي عارف راسه هو اللي فوصل معه هو اللي مسيكين وسط الحبس ما بغيش حتى مرتو يديرو لها ما كيدا لان احنا كان عارفو كاملين على ان السي محمد بو كريشا اللسان الطيب اللي ما كيخرجش من فمو كلام العيب فم بلا عار كيف ما كان قولو فم بلا عار ما كيبغيش يجبد المشاكيل ولا مصلح الجرة ما غاديش يخسرها وهذا شي كاملين اللي كنا كنشوفو من هاديش حال منين ولاد ش حيبر كي تكالبوا عليه وكي يعيروا اسمه وديوتي ما خلاوش لي بسبانوا بالمعيون وما كانش كيرفع بهم الشيكايات ومنين كنا كيطلع لينها الدم علاش ما كيرفعش بهم الشيكايات والمتتبعين كيطلع لهم الدم فكيقول لك هلا خليتهم منهم الله انا ما بغيت نقطع لسي شي واحد ارزقوه يعني السيد فم بلا عار وبغي يصلح الجرة ان شاء الله والله يصلح الجرة كيف ما كان قولو الاخوة الكراه والله يصفي القلوب ولاد ش حيبر غيطلعوا عصبع ايه غيطلعوا عصبع لانهم بحامقينهم وهابلين غير باشي صيفتوا السيدة للحبس عينيهم في لوبنا عينيهم في لوبنا راكي يقولوها بالسانهم احنا ما كناش بغيين قال لك بوكريشا هو اللي يدخل الحبس احنا كنا بغينا لوبنا اللي يدخل الحبس بحلا كان عينيهم في بوكريشا ودتوا لهم لوبنا وغاو يجهلوا بغاو يحمقوا وتستعوا الله يستر المحامي اخوتي السيد داودي راه من اجل استئناف قضية الضرب في القضاء ماشي زينة المحارم لان قضية زينة المحارم شدها السيد المحامي القيسي هناك مشاورة وكان هناك اجتماع بين ثلاثة ديالاطراف بين السيد محمد بوكريشا والزوجة دياله لوبنا والمحامي اللي شد الملف ديال زينة المحارم السيد القيسي اللي كانوا اتفقوا وخرجوا بواحد الحل على انه السيد الداودي انه يبقى يترافع للملف ديال قضية الضرب في القضاء وهاتش كله صالح العائلة الصالح العائلة لان المجرمين المتكالبين بغيين بأي طريق يسفتوا السيد الحبس وكيد دخلوا بطبيعة الحال وبالشر وبالكلام اللي كيخلي السيد داودي انه يرفع الشيكيات بلوبنا ويوصلها للقضاء فهدي ماشي حاجة غريبة على السي محمد بوكريشا انه دائما كيفاجئنا مفاجأت اللي صراحة كتكون في صالح الملف هو عارف اشنو اللي اشنو اللي عليه واشنو اللي له عارف المصلحة دياله وعارف المصلحة ديال الزوجة دياله فكان ظن ان شاء الله اتصافوا القلوب والله يطفي الغضب فصراحة أنا متفق مع القرار ديالبوكريشا لانه فعلا في صالح لوبنا وفي صالح العائلة وفي صالح القضية لانه كون ما كانش اختيار المحامي السيد داودي فيمكن يكون تكون قضية ضد لوبنا ويقدرون نقابة ديال المحامين اكيد يجيوا ضد لوبنا فبوكريشا الاخوة الكرام فكان محق وفكر بدكاء وفكر بعقلانية وفكر الصواب وخلى ولاد الشحيبر انهم يغتصوا روصهم في الغيس لانه فعلا هذي كانت ضربة قاضية لولاد الشحيبر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر